من الذين لا يسألون في قبورهم ولا يفتنون أولا الشهداء فلا يسأل الشهيد في قبره ولا يفتن ولا يختبر فهو في منزلة عالية رفيعة برحمة الله رب العالمين سبحانه وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فالشهداء لا يمتحنون في قبورهم ولا يفتنون ولا يأتيهم ملكان يسألانهم عن الرب والنبي والإسلام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمل من الفزع الأكبر ويحلى حلة الإيمان ويزوج من الحور العين ويشفى في سبعون إنسانا من أقاربه وكذلك الأنبياء لا يمتحنون في قبورهم ولا يفتنون فإذا كان الشهداء لا يمتحنون في قبورهم فالأنبياء أولى منهم لأن فضل النبوة والرسالة أعلى من فضل الشهادة وإذا كان فضل الشهادة مانعا من الفتنة في القبور ففضل النبوة والرسالة أولى وكذلك يقي الله عز وجل من فتنة القبر وسؤاله من مات يوم الجمعة أو ليلتها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر كذلك من مات مرابطا في سبيل الله عز وجل روى مسلم في صحيحه عن سلمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان يقصد به سؤال القبر أن يأمن من سؤال القبر وفتنته وعذابه اللهم نجنا من عذاب القبر ويسر لنا أعمال الوقاية من فتنة وعذاب القبر